عايزة تقول حياة لموضوع صلاح دا؟ ممكن اللي بعد ما نخلص دي نكمل حاجة طبعاً هو محمد صلاح الدور في الأول لنفاكري أنت مأول 2010 و2014 مع برادلي وبعد كده كان محمد صلاح كانت القصة كلها محمد صلاح بياخد الطرف وبيلعب أبو تريكا الكرة العالية ليه بعد كده جاء عبدالله سعيد ياخد الكرة ملعوب ويلعب الكرة الطرف ليه مع كوبر بعد كده محمد صلاح مع تقدم العمر مع الخبرة الكبيرة اللي وصلها الراجل تحول في ليفر بول من لعيب اللي ماسك الخط واللي حاضن الخط إلى لعيب بيلعب دائماً في وص الملعب أنا بقى عاوز أكلمك على أن الراجل فيتوريا استنسخ نسخة الباك اليمين بتاع منتخب مصر الشبيع للأدوار اللي كان بيقوم بها أرنلد من سنتين مش الأدوار الجديدة اللي بيقوم بها أرنلد بتاع نص الملعب هتلاقي دايماً يا كريم بص لحظة بس قف هنا بقى قبل ما الكرة دي تتلاقيب هتلاقي أني صلاح ساعات هو اللي يطلع لبرة ياخد الخط ومحمد هاني هو اللي يخش جوه واللعيب التالت اللي هو رقم 8 سواء إذا كان زيزو أو النني هتلاقيهم دايماً هما التالتة بتبادل الأدوار هنا نفس الكرة نكمل وإحنا بنتكلم هتلاقي نبص محمد هاني هو اللي داخل في الوانك ومحمد صلاح بس الكرة هنا قلشت منه نشوف الحالة اللي بعدها هتلاقي دايماً فيه سويتش بيحصل ما بين محمد صلاحينا برضو نفس الكلام وإ لم يصلش للك ما بين ومحمد صلاح عشان كده أنا بفضل يا كريم إن عمر كمال هو اللي دايماً يبقى موجود بص هنا نفس الكلام برضو محمد صلاح وورة في العمق اللي برة دا مين زيزو ومحمد هاني فدايماً محمد صلاح لما بيخش العمق من غيره وانت مغمد هتلاقي دايماً زيزو هو اللي بيطلع لبرة هنا برضو نفس الكلام بص مين يطلع يا السلام هنا دا عمر كمال دخل في عمق كمال عبدية مناسبة دا الهدف اللي جابه من طخب مصر بصوا عمر كمال فين وقف فين وبصوا محمد صلاح وقف فين فهو هنا الميزة الكبيرة صلاح ما بقاش بمسك الخط صلاح ما بقاش اللي اعتماد كله على الكورت وليه على الخط عشان يقدر يعدي واحد على واحد ده كلام محترم جدا فيما يخص محمد صلاح التحركات كلها في النواحي الهجومية في منتخم مصر بقى شكلها فيها انا لو منافس لمنتخم مصر انا هتلاق بقى زي ما قال محمود من شوية انا الحركة الهجومية مصطفى بيتحرك على الجناح احيانا صلاح بيخش في العمك زيزو بيخش في العمك محمد ياني ساعات بيعتار في ساعات على العمك التحركات دي اللي بيعملها روي فيتوريا مع منتخم مصر احنا كمحلين ويقولك ما تدهمش قدار منكبة عشان هيتلغبطوا الكلام ده كله مسحنا حاسين نهما بيعملوها كويس هو دايما ناتلي بيعتمد كل الشغل الفني على اللعبة بدون كور دايما هتلاق الحركة من كل اللعبة بدون كور ويمكن كان محمود بيتكلم صلاح تحركاته في ملعب لو انا المنافس بتاع منتخم مصر هبقى نازل مش عارف انا همسك صلاح من اين تجاه هلا هو يلعب جناحي مين فهخلي الباك الشمال انه يركز معاه ولا يخشه في عمك الملعب فهرجع العيب من وسط الملعب انه يشتغل مع صلاح حشان ما يبقاش فيه كسافة هجومية على الدفاع خاصة ان هم مسكين مثلا مصطفى محمد فدا يمكن الاضوار اللي بيطلبها فيتوريا من كل اللعبة اللي موجودة في الخط الامامي بتربك اي منافس اربكة منتخب الجزائر ومنتخب مصر كان ند قوي منتخب الجزائر طوال المباراة وكان ليه طول المباراة بسبب الشكل الفني والتنظيم الفني اللي بيلعب به روي فيتوريا هو دايما الراجل الشغل اللي هو بيركز عليه التركيز كله من ناحية اطراف الملعب دايما فاتح الملعب بالعرض طوال المباراة حتى لما اللعيبة اللي بتبدأ تخش في عمق الملعب ما بيتخشش هباء القصة كلها بتبقى منظمة لما صلاح بيخش في العمق محمود كان جايب حالة من شوية صلاح لما دخل في العمق هتلاقي اللي بيطلع على الطرف يا إما لعيب رقم 8 لإما محمد هاني التبادل الاضوار اللي بيتم ما بين اللعيبة بيبينك هدي المدرب مشتغل مع لعيبة بشكل كويس فيه جمال متحفزة والكلام ده بيباني يعني اللي يقول لك شغل المداري بيباني ازاي التكرار يعني التكرار اللعبة لما انت بيباني في الملعب خلاص انت بتبع عارف ان المداري ما حافظ اللعب ما بجيش بالصف بالظبط في لعبة ممكن تحصل في المباراة ومتحصلش تاني لكن انت بتشوفوا احنا التكرار الحالات اللي احنا بنجيبها مع اختلاف المباراة بيبانيك قدير رجل بيحافظ الشرك الهجومي ده للعيبة فالعيبة اصبح بعدها دي لمكان نفسها في الحركة يعني بلا وعي خلاص هو عارف هيخش يعني لو مستوى محمد نزل لتحت يستلم الكورة صلاح بروه اخذ نفسه ودخل في العمق اوزيجو طيب